موسيقى حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدى أنا حمد السيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة مو الخميس اللي مضى مشاهدين ومستمعين الخميس اللي قبله كنا قدمنا في حلقة خاصة حقائق لأول مرة تعرض على برنامج ناس وحكومة تؤكد وجود عمليات شطب وتزوير في أصوات الناخبين الناخبين في عام 2013 انتخابات مجالس المحافظات وأخذنا عينة انتخابات المجالس المحلية في محافظة المثنى وفي تلك الحلقة كان المدعو السيد مقداد الشريفي اللي حضر إلى مبنى قناة المدى وامتنع عن الظهور مع ضيفنا الآخر القادم من السماوة وهو سيد باسم خزعل واتهم السيد باسم خزعل بأنه مجهول ولا يمكنه الظهور والتحدث مع أشخاص مجهولين لا يحملون أي صفة قانونية أو حكومية دعونا نعدي على سالفة السيد مقداد الشريفي ونريد نثيرها ونحولها إلى قضية رأي عام قضيتنا الأساسية قضية الانتخابات مشاهدين ومستمعين في تلك الحلقة كشفنا جانب من عمليات الشطب والتزوير وبالوثيق أوراق انتخابية حصل عليها أحد أبرز الناشطين والمدافعين عن المال العام ومتابعة ملفات الفساد في محافظة المثنى وأعتقد تجاوز أيضا محافظة المثنى وهو يتوعد بفتح ملفات حتى في بغداد العاصمة وبيننا بالوثائق المأخوذة من المفوضية العليا للانتخابات في السماوة قرص لأي مواطن الحق بأن يطلب هذا القرص المدمج من المفوضية حتى يدقق أصوات أين راحة إلى أي مرشح ذهبت أثناء عملية التدقيق والفرز من جديد من قبل السيد باسم خزعل اللي هو صاحب منظمة أو رئيس منظمة عيون على القانون وجدت قضايا كثيرة حقيقة يشيب له الرأس عملية الشطب عملية التزوير عملية استبدال تواقع عملية أوراق بدون تواقع الموظفين خرجت من مراكز الانتخابات وتحمل أصوات وهمية ووضعت في الصناديق وفرزت إلى هذه الكتلة السياسية أو تلك الجهة السياسية ما نريد نطول عليكم مشاهدين ومستمعين خلي نخليكم في جانب مما ناقشناه في الحلقة الماضية الحلقة الخاصة بالحقائق المخفية حول عمل مفوضية الانتخابات ونزاهة انتخابات عام 2013 عرضها في المرحلة الحالية جدا مهم أنك ناخبين أنك مصوتين أمامنا انتخابات تشريعية وأعتقد راح تكون أيضا محلية تدمج باتفاق سياسي ما عرف باقي لها عام أكثر من عام علينا أن نمتعب خلونا نذهب إلى عينة تم كشفها في حلقة ناس وحكومة سابقة الخاصة بكشف ملف تزوير الانتخابات في محافظة المثنى انتخابات المحلية انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013 كيف شطبت أعداد الأصوات لمرشحين وأعطيت لكتلة أخرى وفق أي عملية لنتابع أنا أتوصل إلى التزوير اللي صار ضد العراقية القائم العراقية هذه اللي راح تكون ممتعة أكثر نحن هذه اعتلاف العراقية تمام بس أريدك تحسبوا يا الأصوات اللي أنا راح أشر عليها زين الآن هذا عشرة هذه عشرة تمام قربوا شوية حتى تبين عشرة هذا عشرة ولا هذا واحد وهنا صفر اي هذه عشرة زين تحولت إلى صفر بس أحسبوا يا عشرة شوية بعدها لا لا شوية نطلع منها ايه هاي عشرة عشرة بعد وهذا واحد هذا واحد القصر دعش دعش وهذا واحد اثنى عشر وين الواحد رجعنا خلينا نشوف ونأتأكد مننا ها تقصد هذا واحد ايه يعني هذا واحد ايه صحيح لأنه هو صفر ليصر ضفور ايه ايه او طفور مثلا دع هذا صفر واحد ما حصلت لدينا ايه صارت لدينا اثنى عشر قلنا اثنى عشر ايه بالقائمة ايجتها أربع طعش فوق الثنين ايه ستاعش غير ايه اثنى عشر مين منها قائمة ايجت من العراقية زين وين راحت لحظة 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 رجع العراقية العراقية هيها هاي العراقية هاي العراقية اخذنا منها شكم صوت أربع طعش صوت أربع طعش صوت شلناها نطيناها لهذا الكيان زين وين نطيناها لهذا الكيان ستاعش صوت صار ثم صار بدل ما كان في اثنين صار 16 صوت آه ها يا كيان بالله خلنشوفو يا كيان يا كيان محظوظ اي يا كيان قوف زين خير اتي اشوفه الدكتوراء انت عندك عندك 180 صوت زين وتاخذ مقعد زين أنا أطلع بكثير من 180 صوت ما خطوة ما عندك بالدليل الموضوع رحب مشاهدينا بضيفي الأستاذ باسم خزع الرئيس منظمة عيون على القانون وهو وافد أيضا من محافظة المسنم أهلاً ورعاوني لك سيد باسم شكراً سيد حامد حمد الله على سلامتك الله يسلمك شكراً لو حضورك الله يسلمك أشكرك أربع طبعاً أنا أشكرك واشكرك قناة المدالي الحقيقة تحت لنا فرصة استثنائية حتى نكشف حالة غريبة من الفساد والتزوير طيب الحقيقة يعني ما خالفنا اليوم؟ اليوم لدينا وثائق مهمة جداً لكن أنا أريد أن أذهب إلى نقطة مهمة حضرتك سيدني بحلقة الماضية نعم بافتراء على أساس أنه أنا الذي أعرضتها كان باور بوينت فهذه الآن إذا تنعرضي الآن عندي صور الوثائق الموجودة عندي هذه مجموعة الاستمارات التي أنا أخذها من القرص لا أعجب أن تظهر بالشاشة الآن ممكن أن تظهر بالشاشة نعم هذه الاستمارات الكاملة هذه الاستمارات المحطات كلها للمثنى طبعاً استمارات دعنا نأكد للمشاهد كم مركز اقتراع موجود في المركز لدينا 946 مركز هل سلازم يحفظ المشاهد في المثنى 946 مركز والأرقام متسلسلة من 1 إلى 946 أي استمارة 947 يعني هذه دخيلة دخيلة الآن تكلمنا في الحلقة السابقة عن الاستمارة الدخيلة هذه صور الاستمارات تبدأ من 1 طيب وهكذا إلى الاستمارة الأخيرة وفي هذه الاستمارات المستبدلة هنا يعني نقلنا الاستمارات نقلناها على جدول هاي أنت سويت الجدول؟ طبعاً هذا الجدول أنا سويته طيب الاستمارات موزعة بشكل بحيث لما تذهب نص المعلومات تبقى تحدد مكانها بالتحديد وين تذهب نعم يعني لو لغينا استبدلنا استمارة غيرنا اسمها غيرنا رقمها ستنكشف لأن الشركة البريطانية أتصور وزعت الاستمارات توزيع دقيق بحيث أي حالة نقل أو استبدال تنكشف فرتبنا المعلومات المعلومات الاستمارات موزعة أولاً اسم المركز اسم مركز الاقتراع رقم مركز الاقتراع نقدم نقربها للمشاهد شوية؟ ممكن الصور القربة حتى نعرف رقم المركز اسم المركز الانتخابي اذا أكم كان والله يمكن شوية اعتقد هي ممكن تكون مركز طيب اذا واضحها جيد المهم مشاهد يشوفها هنا عندنا الاستمارات الملونة باللون الأصفر هي هذه الاستمارات مستبدلة يعني دخيلة طبعاً دخيلة نعم اذا تلاحظ كثافة اللون الأصفر ايش قد هذا هنا زين؟ لأننا عندنا 436 استمارة مستبدلة طيب؟ في 277 محطة الآن التوزيع اذا نشوف هنا مثلاً نحن قلنا 946 مركز طبعاً عندنا هنا مثلاً 947 هذا 947 مستبدلة مستبدلة 949 مستبدلة 950 952 نعم نعم هذه الاستمارات مستبدلة بس حتى نشوف هنا أنا لونتها حتى تبين أول شيء تتوزع حسب اسم مركز اقتراع يعني ما ممكن تأتي هنا تدخل استمارة بديلة هنا التي تنكشف وأرقام المراكز الاقتراع واحد اثنياً مثل ما شرحنا في الحلقة السابقة أنا هسا لو أردجي حتى نثبت يعني أهمية هذه الأرقام و كيف تكشف قضية الفساد التزوير مثلاً لو نجي لأي استمارة عشوائية نعم لو نجي لأي استمارة هذه استمارة هذه استمارة عشوائية إذا أنا أرد أنقلها لأي مكان أحطها هنا بأثلاً أرد أنقل هذه استمارة أنقلها بأي شكل أحطها هنا بأي مكان عشوائي زين وين صارت الاستمارة هذه دعنا نرى هاي مدرسة وينها جو نزلنا بأعلي أعتقد هاي ثانية وسبعين هاي ثانية وسبعين مدرسة فاطمة المعصومة نعم هسا لما غيرنا مكانها ايه انكشفت عدنا هذه ليش؟ لأن عدنا أكثر من مستوى لكشف هذه الاستمارة زين أولاً دخلت بين إعدادها الزهراء مدرسة فاطمة المعصومة هذه انكشفت من حالة وحدة من لفر الواحد زين هذا التسلسل السبعة وربعين معرف على الدم وفوضية؟ لا سبعة وربعين هذا بالنسبة للجدول حتى عاناً سويتها طيب يعني هو الحقول هذه متسلسلة لكن هنا خلنا نأتي على فاطمة رقم مركز الاختراع الآن نتغير المركز هذا من ثلاثة إلى ستة صادت بين ثلاثة ستة ثلاثة تغير نأتي لو هنا صادف مثلاً هو هذا نقلناها مو مكان بعيد ضمن مركز الحيدرية هنا بقتها هنا لكن نتغير التسلسل هذي ثانية وسبعين صادت هذي ثلاثة وسبعة وربعين ثلاثة وربعين طبعاً وإذا نقلناها إلى مكان بعيد مثلاً آخر ممكن نصير بالغربي هم تنكشف من المكان الغربي القصد أنه اللي خلوا الجدول خلوه حتى أي حالة مناقلة أي حالة استبدال تنكشف إذا ضع الرقم التسلسلي تنكشف عن طريق مركز الاختراع إذا ضع مركز الاختراع فماكو وسيلة لنقل استمارة من مدرسة إلى مدرسة أخرى أو من مركز إلى مركز أو محطة بين المحطات لا يوجد مشكلة لكن بين المراكز ستنكشف وهذه هي القضية اللي يصير بالاستبدال إحنا إذا تذكر حضرتك تكلمنا عن الاستبدال تكلمنا عن الاستبدال بوجود حالات استبدال كثيرة وسألتني حضرتك عن طريقة الاستبدال إحنا خلال الأسبوع الماضي اكتشفنا طريقة الاستبدال ما يحدث و أين يحدث تكلمتنا إلى ثلاثة من أخواننا المحامين بالصدفة نحن كنا نتحدث عن الحلقة التي ظهرت قبل أسبوعين ثلاثة محامين أنا أتكلم عن ناس محامين ما أتكلم عن كان أحدهم رئيس مركز اقتراع مدير مركز اقتراع واثنين آخرين مدراء محطات جيد اللي يصير المفوضية يتصلون بمدير المحطة أو مدير مركز الاقتراع أي يطلبون منها الاستمارة اللي عندها لأن الاستمارات تأتي بها نسخ عديدة زين نسخة تأتي البغداد نسخة تروح للمفوضية بالسماوة بالصندوق نسخة تتعلق على الحائط و نسخة عند مدير المحطة طيب هذا أحد الأشخاص المحامين طلبوا منها بانتخابات سنة 2006 أو سنة 2008 طلبوا منها يجيب الاستمارة اللي عندها صورة الاستمارة إذا أخذوا الاستمارة من عندها بعد ملكهم يقدرون يغيرونها بطريقة لتعجبهم أحد الأشخاص الآخرين اللي هو أيضا محامي ذكرني أنه كان مدير مركز انتخابي يعني عنده خمس محطات المحطات طلبوا منها أن يجيب الاستمارات مال كل المحطات يقول اتصلت بمدراء المحطات و جبتهم و سلموهم لأن الاستمارات لما تجيهم بعد ما كوا دليل يثبت عكس النتائج اللي موجودة عندهم بالمفوضية يقدر يصورها هذا هو إذا يقدر يصورها هو أساسا الناس لا يتابعها هو لا يرى النتائج اللي يرى النتائج شخص مثل يبحث اللي سهل عملية التزوير أنه ما مر على المفوضية في تاريخ الانتخابات شخص جاب النتائج و حللها مشكلة المفوضية الآن لعد المنظمات اللي يتراقب عمل الانتخابات شا سوى؟ المنظمات شا راقب من عمل الانتخابات؟ احنا ما عندنا رقابة على الانتخابات حقيقة يعني خذنا قارنة مصر مصر النقابات الانتخابات صيرت تحت إشراف القضاء رقابة عدت رقابة مباشرة زين القضاء تولى الرقابة على الانتخابات مو مفوضية معينة من الأحزاب تسعة مفوضين كل واحد يمثل حزب اه ملاحظة مغنة طبعا صح بعدين عدنا الرقابة اللاحقة معدومة احنا مثلا يعني عندنا نتكلم عن عن قضايا المتعلقة بالانتخابات اللي أنا قدمتها لمحكمة تحقيق السماوة مثلا محكمة تحقيق السماوة محكمة جناية المثنى اجوا بافتراض غريب عجيب شلون الافتراض اللي اجى من المحكمة انه النتائج بعد اللي تصدر مو النتائج قرارات الهيئة القضائية باتتوا غير قابل للطعم طبعا ما عندنا مشكلة قرارات الهيئة القضائية باتتوا غير قابل للطعم هذا فيما يتعلق بالنتائج يعني اذا ظهرت النتائج لو كانت بها تزوير اذا تمت المصادقة عليها لو اكتشفنا التزوير فيما بعد تبقى النتائج صحيحة لكن الجرائم الانتخابية ما تسقط والحقوق المدنية المترتبة على التجاوزات ما تسقط مثلا يعني انا عدي دعوة بسطن مثلا مثلا نحن عندنا قواعد قانونية مهمة القاعدة الأساسية مثلا فيما يتعلق بالحق المدني الحق المدني يسقط بالتقادم في أقرب الزمن المانع من سماع الدعوة المدنية هو ثلاث سنوات من علم المتضرر بالضرر أو 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع نعم من يوم وقوع الفعل غير المشروع هذه قاعدة مقدسة ما تسقط الآن نحن قدمنا دعوة أثبتنا التزوير أنا شخصيا أثبتت التزوير وأثبتت تجاوزات أخرى على حقوقي القانونية وعلى حقي في التعويض مثلا في واحدة من هذه الدعاوة المحكمة قالت في كل هذه الدعاوة قالت أن هناك مدة مقدسة مدة الثلاث أيام أي شيء بعد هذه الثلاث أيام ساقط الحق المدني سقط بثلاث أيام وهذا افتراض غريب عجيب لأن الحق المدني مقدس القانون ما اختصر الزمن المانع من سماع الدعوة دعوة المطاربة بالتعويض عن الفعل غير المشروع بثلاث أيام إلا في فرضيات محكمة جنايات المثنة أو محكمة المثنة لدينا تجارب لدينا تجارب لدينا تجارب تثبت على الأقل أن هناك مخالفات قانونية ارتكبت من قبل مرشحين وهؤلاء المرشحين حصلوا على مقاعد في المجلس النيابي أو المجلس المحلي ومع وجود هذه المخالفات القانونية جيدة يعني لدينا نأجل نرجع للوثائق التي نعرضها بعد نحن لدينا نوصل لما زالنا ندخلنا في الرقابة القضائية ورقابة المفوضية نفسها على الانتخابات لدينا حالة نادرة بالسماوة لدينا مرشحين لا عندهم شهادة شهادة؟ لا عندهم شهادة شرط الترشع الانتخابات وشرط العضوية أن يكون شخص حاصل على شهادة إعدادية في المجالس المحلية؟ في المجالس المحلية والمحافظ يجب أن يكون لديه بكالوريوس جيد نحن لدينا شخص تخرج من الثالث المتوسط تولي رئاسة مجلس محافظة و أصبح محافظ بشهادة الثالث المتوسط و أنا عندي وثائق قانونية لا أتكلم يعني أنا لا أتكلم إذا لدي دليل و أنا الآن أقدم الدليل على هذا صار رئيس مجلس محافظة؟ صار محافظ و رئيس مجلس محافظة وهو الآن عضو الحقيقة للأنصاف فهذا استوفى الشروط بأثر رجعي يعني بعد سنوات من صار عضو الآن يحمل شهادة بكالوريوس بالقانون ما الذي يثبت كلامك؟ يثبت كلامي؟ الوثائق نحن لا نتكلم إلا بالوثائق دعني نوصل إلى الوثائق التي لدينا وهذا مقامع لدعوة قضايا مثلا؟ هذه شغلة غريبة دعني نبدأ بها هنا نعرضها بس حتى توصل إلى الفكرة هذا قرار محكمة القضاء الإداري كيف؟ أنا لا أتكلم عن شيء لكن هذا في عام 2012؟ طبعاً في عام 2012 صار الخلاف بين هذا الشخص من هو؟ الذي هو أحمد مرزوك صلال موجود اسم ناسا؟ نعم اسمه نعم اسمه هنا المدعي أحمد مرزوك نعم وكيله المحامي نعم رئيس مجلس محافظة المثنى قرر في ذاك الوقت؟ نعم في سنة 2011 2012 2012 تقريباً تحديداً قرر الرئيس المجلس انهاء عضويته لأنه لا يوجد شهادة أدادية سيد أحمد مرزوك نعم الذي كان عضو مجلس محافظة في عام 2012 نعم من هو رئيس مجلس المحافظة؟ رئيس مجلس المحافظة كان عبداللطيف الحساني الحساني بقرار فردي أنهاء عضوية أحمد مرزوك صلال نعم لكن الحقيقة كان القرار مخالف للقانون باعتبار أنه قرارات المجلس لازم تتم من خلال تصويت طيب فهو بدون تصويت وبدون استجواب أعفاء من المنصف أعفاء من المنصف وطبعاً هذا قرار خاطئ يرد شكلاً هو هذا اللي سويته محكمة المحكمة الآن إذا نشوف الحقيقة القرار اللي يشرح الدعاء المدعي بوساطة وكيلة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13-6-2012 بأن المدعى عليه المدعى عليه المدعى عليه إضافة لوظيفته أصدر الأمر الإداري المرقم 262-3-6-2012 بإنهاء عضوية موكله من مجلس محافظة المثنى بدعوة فقدانه راح بدعوة فقدانه لشرط الشهادة الآن دعوة نأتي للقرار أنا آسف استعجلت الآن هذا القرار يعني في سياق القرار لا تفضل طيب اطلعت المحكمة على العديد هل هذا قرار محكمة؟ هذه المقدمة يعني طبعا القرار طيب اطلعت المحكمة على العديد من الكتب الصادرة من عدة جهات تشير إلى معادلة الشهادة الحاصل عليها المدعي لشهادة إعدادية الصناعة مو وقد حددت أغراض أغراضها للراتب والخدمة العسكرية وقد بيّنت وزارة الكهرباء دائرة التدريب والتطوير ما أخذ الشهادة من دائرة التدريب والتطوير؟ نعم زين مركز تدريب كهرباء بكتابها 12.2809 في 24.4.2011 بأن خريجي الدورات السريعة يتم منحهم شهادة معادلة معادلة لإعدادية الصناعة من حيث الراتب والخدمة العسكرية بموجب النظام لمراكز التدريب المهنية التابعة للوزارة نخلي هذه الأخيرة نخلي أستاذ حامد، دعنا نشرح للمشاهدين ما هذه؟ هذه دورات سريعة قد أقولها للأشخاص الذين لا يستطاعوا أن يتجاوزون الإعدادية يقومون دورة سريعة بموجب هذه الدورة السريعة يمنحون لهم شهادة معادلة للإعدادية من حيث الراتب والخدمة العسكرية يعني متعين يعني متعين يعني إذا كانت الوظيفة تطلب شهادة سادس إعدادي ما يعينونه بها لأن ما عنده شهادة سادس إعدادي يعين في الوظيفة التي تشترط ثالث متوسط شهادة متوسطة لكن يدفعون لراتب مال إعدادية تشجيع طيب يعني هذا المعهد الحقيقة يعني أكون اسم شعبي أنا لا أريد أن نطلقه يسمونه معهد الفاشلين حقيقة يعني تسمية غير لائقة أنا لا أصور يعني أننا لا نصل ننزلق له هذا المكان هذا الآن دعنا نرى المحكمة إشقالة على هذه الشهادة لا أسمى منه هو الشخص الذي راح لهذا المعهد؟ هو أحمد مرزوق صلى الله حتى المشاهد يعرف يبقى الحقيقة إحنا لدينا أكو شخص آخر في قائمة تجمع الفرات رشح رشحنا أحمد مرزوق ما عرف نقصت النبرة لا بس أنا أريد أن أقول ليش هذا الشخص قدموا وثنيهم نفس الشهادة هذا رفضه لأن غير أخي أستاذ باسم أنا كمشاهد أريد أن أعرف سلفة أحمد مرزوق هذا من هو أحمد مرزوق؟ أحمد مرزوق هذا أصبح الآن عضو مجلس محافظة الآن عضو مجلس محافظة كان شنو؟ كان محافظ وكان قبلها شنو؟ رئيس مجلس والآن هو حقيقة سولف لسالك قضيته يامك ماشي نوصل لقضيته بس دعنا نكمل القرار ونشرح هل القرار بعد أكو قرار؟ لا لا بس هنا أكو نقطة رأي وزارة التربية بالشهادة التربية؟ نعم وزارة التربية عندها رأي بها زين فأنت شوف الرأي هنا من خاطب التربية؟ القرار؟ المحكمة؟ من ضمن الوثاقة اللي كانت مقدمة التربية أشكالتها الآن التربية المديرية العامة لتقويم الامتحانات والشهادات التعادل المرقم 9335 في 5-6-2011 وجاء فيه أن مثل هذه الشهادات لا علاقة لمديريتنا بمعادلتها ويمكنكم مفاتحة الجهة المانحة للشهادة لغرض تأييز صحة صدورها كما اطلع المجلس على الكتب الصادرة من هيئة النزاع على الكتب الصادرة من هيئة النزاع بالضبط دعينا نعود إلى رأي وزارة التربية وزارة التربية ما قالت؟ ورح كلام إن مثل هذه الشهادات لا علاقة لا علاقة لمديريتنا بمعادلتها يعني هذه الشهادة خارج كل وصف المعادلة التي تعترف به التربية لأنها دورة سريعة ستة شهر ما ممكن يأتي واحد خريج ثالث متوسط يدخل دورة ستة شهر وبعدين يضطونها شهادة اعدادية فالشهادة غير مقبولة بالنسبة للوزارة التربية هذه الشهادة كان على المفروضية أن تمنع ترشح هذا الشخص هذا ترشح؟ ترشح السيد أحمد المرزو طبعا في عام ٢٠١٣؟ رشح ٢٠٦ و ٢٠١ و ٢٠١ و ٢٠٣ و شهادة اعدادية ما عندها؟ ما عنده ٢٠١ ١١ صور حصر شهادة بعدياً نعم بس ٢٠١ ما كان عنده شهادة لما كان عضو لما صار المحافظ ما كان عنده شهادة كذلك؟ كان عنده ثالث متوسط صار محافظ نعم نتكلم عن شخص صار محافظ ورئيس مجلس هذا الشخص هو الآن عضو في مجلس شورى مجلس شورى؟ المجلس الأعلى هو؟ رئيس كتلة مجلس الأعلى الآن في مجلس المحافظة؟ نعم طيب نحن بالنسبة لـ سوى حق الرد ممنوح هذا طبعاً؟ طبعاً نحن لا لدينا مشكلة نعم هذا الناشر أكثر من مرة نحن نتكلم عن وقائح هذه متعلقة بعمل الشخص لا نتكلم عن النشخص إذا هو يمتلك وثائق تثبت أنه في تلك الفترة يحمل شهادة الإعدادية ورشح في الانتخابات محكمة الناشر موجودة وأنا أصير أروح مستعد يعني لمواجهة؟ أنا مستعد لتحمل التبعات القانونية إذا كان كلامي غير صحيح لأننا نحن على الهواء مباشرة أنا مستعد عن كلامي هذا جاو الرجل يشاهدك وقد تكون عدة وثيقة يثبت في القادم الأيام أنه يقول له كان لا بالألفين وثمع عشر ألفين وستة ألفين وثمان عشر ألفين وتسعة ألفين وثلاث عشر أنا عندي شهادة إعدادية ورشحة هسا نجي للمفوضية لا تسمح لي لا تسماح لي ما زالنا بقينا هنا ما زالنا فتح المخالفات المفوضية الحقيقة كان هذا الشخص يجب أن لا يفتح هو السؤال هنا أستاذ المفوضية كيف تثبت أنت الآن بالوثيقة بأن المفوضية قبل الترشيح شخص لا يملك شهادة هذه المحكمة هنا قرار المحكمة المحكمة ردت الدعوة شكلا ضمن القرار الموجود هنا قال صحيح المحكمة أنه لا لديه شهادة معادلة لكن كان على رئيس المجلس أن يتخذ القرار بالتصويت بالتصويت فكان على رئيس المجلس أن يعمل على عرضا للتصويت عن طريق تصويت المجلس عرضا بالتصويت الحقيقة لا عرضا لأن أكو شخص آخر من كتلة رئيس المجلس ما عنده ابتدائية هايش طلع وشمله قرار العفو على شهادته الآن يعني رئيس المجلس في تلك بالمناسبة موجود حاليا لا لا الآن هو طلع بره هذا الشخص ها خارج العراق لا بره المجلس ها بره المجلس الآن إذا نريد نتكلم عن القضية بالمناسبة طبعا هذا أحمد مرجوك صلى الله مشمول بقرار العفو السابق على قضية غريبة عجيبة قضية اليابانيين منحوا منحوا المحافظة هل متعلقة مفوضية الانتخابات لا بس ما هو إذا عنده سابقة بهالشكل المفروض أصلا ما يقبل ترشحه عدا الشهادة هو عنده شغلات مسويهة يعني جرائم مسويهة المفروض يمنع ترشحه أنت الآن تتهم الرجل لو عندك وثاء قرارات أنا أتكلم قرارات قضائية هو شمل قرار العفو لسنة 2008 في صفقة المولدات صفقة المولدات أحد المقاولين زين اللي تعاقدوا مع مع اليابانيين منحة من القوات اليابانية مليون وثلاثمية وستين ألف دولار لشراء مولدات طيب مولدات بيركنز زين البريطانية جابوا مولدات مستعملة زين دارة الكهرباء رفضت استلامها مرتيا سواء كشفيا و هذا موجود بتوقع الديوان رقبة المالية رفضت استلامها دارة الكهرباء طيب أحمد مرزول كان رئيس مجلس فقرر طلب وجه أمر إداري باستلام هذه المولدات كواقع حال واستلموا مولدات وعطلت كان هذه الصفقة المولدات تلغى و حد الآن لا أحد استرجع الأموال وزارة الكهرباء ما استرجعت الأموال ولا ضمنت أحد مليون و 360 ألف دولار زين المولدات عطلا ثاني يوم بعضهم ثاني يوم هاي سنة هذه أعتقد سنة 2008 قبل 2008 وهو شمل العفو الآن هو مشغول من أي جهة رفعت علي دعوة قضائية؟ أنا كنت المخبر بها أنت المخبر بها؟ طبعا انفردت من دعوة أخرى ما حكمة المحكمة علي؟ ما حكمة المحكمة شمل قرار العفو بس شموله بقرار العفو طبعا هو بالمناسبة قانون العفو لسنة 2008 هدر المال العام ما مشغول لكن تم شموله بقرار العفو هو كأهم يعني عنده تجاوجات أخرى على عقارات دولة زين الآن هذا بالنهاية نحن أمام مفوضية الانتخابات نعم هذا نموذج أمام مفوضية الانتخابات يطرح اسم المرشح غير له له نعم وأمام ميزاته أنا بالمفوضية ترحوا لي يا بالمرشح فلان فلاني شهادته إعدادية أو باكالوريوس عليه أن أقبل ترشيحه أو لا وفق الضوابط عدنا هسه أن يكون بالنهاية غير محكوم بجناية أو جنحة مخالفة أو جنحة مخالفة مخلة بالشرف مخلة بالشرف أن يكون حسن سيروشلوك هذه نقطة الأهم مخلة أي يعني بدايتها السيد أحمد مرزوق نعم كان محكوم بالجناية ما محكوم بالجناية ما حكوم بالجنحة لا ما محكوم إعدادة قبل المفوض بس ما عنده شهادة شوني يثبت أنه ما عنده شهادة الكتاب الموجود الموجود حاليا لكن الحقيقة يعني بالنسبة إحنا عندنا أعضاء مجلس محافظة الحقيقة بموجب القرار قرار الهيئة القضائية رقم 1829 في 29 خمسة 2013 يفترض أنه أعضاء مجلس محافظة كلهم مرشحين بالدورة السابقة لأن أغلبهم كانوا مشمولين بقرار العفو لسنة 2008 أحدهم كان مشمول كان تم العفو عنه وكانت المادة مادة التهمة 453 خيانة أمانة الآن خائن الأمانة يعتبر حسن السير والسلوك ما هي منتهفة أدري العفو ما تسقط هذه الجنحة عنه؟ ما تسقط يعني الآن قانون العفو الحالي يشمل لا العفو ما إلى 2008 نعم حتى لا أسمحني على قانون العفو الحالي قانون العفو الحالي سيشمل بعض المتهمين يقول القانون مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والانضباطية والتأديبية أو الانضباطية والتأديبية زين يعني معناه إذا كان شخص من القرار العفو تبقى المسؤولية الانضباطية والتأديبية وهذا هو شرط حسن السير سلوك هذا قيد هذا قيد دعنا نرجع حسن إلى قضية المفوضية نعم قضية المفوضية أنا سأقدم الآن نموذج للوثائق يعني لا يمكن للوثائق سأقدم نموذج منها بس حتى يشوفون أولاً بينا أنه هذه وثائق التي نتكلم عنها ما نتكلم عن أي وثيقة سنعرض المستبدلة مثلاً له شنو؟ دعنا نرى هذه شبيهة هذه استمارة لا أحد يموقع عليها خالية من التوقيع كيف؟ أين أماكن التوقيع أستاذ؟ موجودة عندك هذا اللي طالع عندنا هذا ملاحظة في حال لم يكن مجموع الأسواة التي حصلت عليها الكيانات مساوية لعدد أوراق الابتراع صحيحة الحق الرقم 17 في استمارة التسوية والمطابقة 601 قم بإعادة العد حسن؟ عندنا اسم الموظف موظف المحطة يجب أن يسجل رقم هاتفه وتوقيعه طبعاً هذا جيد الآن قرأت شيء مهم وهو أنه إذا كان الأرقام ما متطابقة نعم الآن نأتي إلى عدم التطابق كحالة لا نأتي إلى عدم التوقيع عدم التوقيع طبعاً إذا استمارة ينقص منها توقيع أو توقيعين المفروض لا تنقبل لأن ذول الموظفين يوقعون على استماراتهم تتلف؟ لا تحتسب نتلفها تنترك تعتبر باطلة استمارة كلها الآن هذه محسوبة؟ طبعاً هذه الاستمارة نعم بدون توقيع بدون توقيع طبعاً هذه الاستمارات المحتسبة التي جاءتنا من القرص المدمجة التي استلمناها من المفروضية من المفروضية فقط إذا نكمل نحن هنا دعونا تذهب دعونا نرى هذه الاستمارات مستبدلة 989 موقع تذكرت 940 موقع 940 موقع هذه الاستمارات مستبدلة تذكر ما قلنا أن الاستمارات اكتشفنا أحد طرق الاستبدال هل نعبر هذه؟ هل نعبرها؟ الآن لدينا مشكلتين مشكلة الاستبدال ومشكلة عدم التوقيع طيب كل واحدة من هنا المفروض تلغي المحطة الآن لدينا على اليمين استمارة تسوية طبعاً إذا تذكر ودينا استمارة نتائج المحطة على اليسار بس إذا نرى هذا حق للملاحظات واضح فان خالي يعني لا يوجد ملاحظة أن هذه استمارة مستبدلة تم استبدالها لأسباب كذا يعني المفروض هذه استمارة أصلية من طنياها لكن هذه مستبدلة دعونا نكمل ونرى ما موجود طيب هذا حق ل أنت تذكر الملاحظة التي قرأتها حضرتك نعم التي تقول إذا كان الأوراق الصحيحة غير مطابقة لأعداد بالأعداد نعم الآن في هذه الحالة زي عندنا عدد الأصوات عدد الأوراق الصحيحة عدد أوراق الإقتراع الصحيحة الصحيحة 249 يعني المفروض يطلع عندنا أصوات هنا الآن بالجو 249 هنا مجموع أعدد الأصوات دعونا كي ترى حاسبة نعم 厚 علي أن تحسب حسرة حسنًا تحسب الحاسب تحسب الحاسب 41 زاد 87 خلي الموسع على كل رقم يحسب زاد 2 زاد 2 زاد 2 زاد 2 بس تابع أستاذ باسم تابعوا إياي على كل رقم يوصل للأتساب 122 زاد 12 كم من المجموع هنا 234 246 246 يعني نحن عندنا 249 مرقة صحيحة المفترض أننا 249 صوت لماذا نقصت ثلاث أصوات وين راحت وين راحت هذه الاستمارات أصلاً مشتبدلة لذلك يعني المفترض أنه هذه الاستمارات أصلاً دخيلة وهم كتبوا الأرقام يعني ممكن هذه الأرقام كلها خطأ طبعاً لأن لما تكون الاستمارات الأصوات لأننا عندنا فرق ثلاث أصوات طبعاً هي ليس ثلاث أصوات كلها الاستمارات مستبدلة يعني ممكن لا بالإستمارة واحدة لأننا عندنا عينة طبعاً لكننا لا نحسب ثلاث أصوات لأنها الاستمارة مستبدلة الأصوات كلها غير صحيحة يعني الاستمارة تلغى أصلاً لا نرى الاستمارة أصلاً هذه المحطة أن نستطيع أن نرى مدرسة الأجيال رقمها بالـ 100 أو 200 المفترض أن الاستمارة الأصلي موجودة، نحن لا نعرف ما هي الأصوات التي يتعلن في الإنسانسي أستاذ باسم، إذا أشر لي على الـ 249 بالموتس هذا الـ 249 هذا المفروض يكون ناتج لجمع هذا الحقن هذا الحقن الذي هو في استمارة اقتراع الانتخاب نعم، هنا لدينا مجموعة الأصوات 246 مجموعة الأورقة صحيحة 249 المفروض كل الأورقة صحية حتى صوت واحد كيف هنا أختلفت الأصوات؟ لدينا نموذة جافة؟ لدينا نموذج أخرى دعني نوصل، هذه نفس الشيء، هذه الاستمارتين لدينا أهم خالية من التواقع من أين هذه الاستمارة؟ هذه الاستمارة في الخضر، مدرسة جيدة للعابدين لكن استمارة التسوية لا بها تواقع؟ نعم لدينا استمارتين بها تواقع؟ طبعاً الأشخاص نفسهم الموجودين هنا يوقعون في المكان الثاني ها ها، واضح يعني المفروض نفس الموظفين يوقعون وهذه نفس الشيء، استمارات بديلة، أقرأ التسلسل ألف ومية وثمانة وتسعين أها يعني هذه هم استمارة بديلة وهم خالية من التواقع نجي بعدها هنا، هذه استمارة زين زين هذه استمارة نقص توقيعين، بس هذه بها شغلة ثانية حضرتك استاذ شنو؟ حامد، إذا أشوف الأرقام هنا زين عندنا أول شيء، غيروا هذي هنا يعني عندك غلط، استاذ بالأرقام؟ لا، ما ها، زين، أوكي، ما أكو شيء، سأل الاستمارات هنا، عندنا هنا رقم واحد وعشرين بهذا هنا، مغيرين إلى واحد وثلاثين هل يوجد قد واحد وعشرين؟ هذا هنا عندنا رقم مغيرين بالأخضر زين، هذا الواحد وثلاثين من يأتي؟ هذا، غيره وبالمفوضية من يغيره، من يأتي موظف؟ الموظف الذي بالمركز؟ هذا الرقم الأخضر ممكن يعني بالتدقيق مثلا، أو بأي مكان آخر بس دعونا نرى ما يصار، ما ترتب على هذا الرقم؟ ما ترتب؟ دعونا نرى ما ترتب دعونا نحسب الأصوات زين هنا، هنا عندنا مجموعة الأصوات مائتين واربعة وثلاثين مائتين واربعة وثلاثين؟ نعم، هنا هذه الأصوات ثمانين زائد سبعة وسبعين زائد أربعة، زائد دين وعشرين زائد واحد وثلاثين زائد واحد تسعة وواحد تسعة مائتين واربعة وثلاثين مجموعة عدد أوراق الابتراع صحيح؟ مائتين واربعة وثلاثين تمام؟ الآن هالك 224 تقدم الفرق بها فيها عشر أصوات هي هي الأصوات التي انضافت هنا الآن هناك زيادة في عدد الأصوات الصحيحة المحتسبة على عدد الأوراق الصحيحة عشر أصوات هي هي الأصوات التي اضافها القلم الأخضر القلم الأخضر هذا قلم أي موظف؟ لا وين في بغداد لو في المثنى طبعا غالبا في المثنى لأن الأوراق يبقى أن يبقى في المثنى تصوريانا بهذا الشكل هذا لكن احنا ما تفرق عندنا كان تزوير في بغداد او في المثنى عندنا عشرة اصوات انضافت لهذه القائمة هذه القائمة لمن تابع هذه القائمة هذه الاصوات اليأكوت لها الصور هذه لازم نرجع لها خذنا نرجع لها نشوفها هذه القائمة تجمع من اجل المثنى قائمة محلية قائمة محلية نعم نجي للي بعدها ونشوف يجعلنا احنا خذ ما تتنيه هذه القائمة هذه الاستمارة ما جاء هذه الاستمارة شم française هذه الاستمارة ما بها اسم مركز ولا نعرفها ما غنظ Price التسلسل المالجية 866 هذه الاستمارة أصيلة ما ع Question 966 نعم بس هذه الاستمارة لأي مركز تعليمات المفوضية أن الاستمارة اللي ما بها أسم أسم المركز أرقام الي قيمة تليمينgenها صحيح كاذا تتلف قَقَاءة تتلف هذه تم احتساب الأصوات بيها والطوق viene بالقرص المض FORCE نعم أننا في هذه المشكلين ثانية و مسكلة مختلفة الآن لدينا إستمارتي الثانين هنا رقم 7 كل واحدة بها أرقام مختلفة たناها ÎTHANI لكن الثانين هنا رقم 7 لاحظ رقم محطة الاغتراع هنا سبعة هنا رقم محطة الاغتراع سبعة الثانين رقم 7 لابع는데요 كل محطة بها باستمارة واحدة استمارة وحدة هذه الأصوات هنا دعنا نرجع لها حتى تبين أكثر هذه الاستمارة هنا إذا تلاحظ أصوات مختلفة تمام بس أكون نقطة مهمة لازم نركز عليها وهي إذا تلاحظ الخط على الاستمارتين ذني متماثل تماما متفابق يعني مثلا عندك إذا تسمح لي هنا كم شخص يكتب الأرقام مائل هذه حالة نادرة نقدر نتقرب الاسمارة له بس هنا أصار هي واضحة يعني بس خلينا أشر عليهم أشر عليهم بالموض هذا 35 يعني طريقة الكتابة 33 بهذا الشكل ها تقصد أكو تشابه يعني نفس الشخص اللي كتب 33 بالضبط هو ذاتا اللي كتب 35 يعني نسبة الأشخاص اللي كتبون مائل نسبتهم يعني حالة نادرة مثلا واحد بالألف واحد بالعشر تالاف زين فما ممكن أن يكون في نفس المحطة ونفس المدرسة شخصين يكتبون بهذه الطريقة هذي دعنا نرى يعني حتى توضح هنا 55 شوفوا الـ 55 كيف مكتوبة أي شوفوا الـ 25 كيف مكتوبة مائلة 18 مائلة هذين استمارتين مكتوبات بخط شخص واحد واحد مالي أكيد هذا يعني مسألة يعني استنتاجها سهل لأن هذه من الحالات النادرة شخص يكتب بطريقة مائلة هم هم مع ذلك يعني لدينا حالات نعرضها الخلل الأكبر من هذا هو كله زين لدينا استمارتين 200 مختلفات أرقامهم لنفس المحطة رقم 7 في مدرسة وين هي تقصد 8 و 9 هذي رقم 7 رقم محطة الاقتراع زين سبعة ها سم انتهين منها رقم متشابه طبعا هذي 8 و 9 اللي هو عدد الكيانات اللي حصت على صوات زين هذي مسألة ثانية زين لكن هذي استمارتين لمدرسة لمحطة وحدة وين الاختلاف اللي هو من الـ اختلاف المية و 11 لأي رقم تقصد الاختلاف هذي 10 و هذي 11 تسلسل ها لكن لدينا استمارتين مختلفات لمحطة وحدة يعني هاي دخيلة هذي هي مو دخيلة هي هذي انا يعني متأكد هم لما يملون سوا بنفس الوقت رح يصير اخطاء هاي من اخطاء التزوير المزور يرتكب اخطاء تكشفه يعني هي هذي المحطة المفروض تروح لستة زين اعني اعرف هذي المحطة وحدة منها تروح لستة ووحدة تبقى لسبعة طيب لكن ليش صار الخطأ هذا لان الظاهر انه حال التزوير يملونهن في وقت واحد فتختلط عليهم الارقام وتختلط الاسماء مثل ما كشفنا في اخر الحلقة السابقة واضح واضح اسماء مختلفة على ورقتين كانوا يقعون من السوقت الساب بازم خلي نشوف التواقع حسنا ممكن ماشي اذا هي نوصلها ايه هاي نفس النماذج هذي التواقع هذي التواقع نعم ممكن ذلك لي مشابهت بس لاحظة السابق هنا عزيز جبار لازم يتوقع بتوقيحها توقيع يعني توقع على الاستمارة الأولى وعلى الاستمارة الثانية هذي توقع على اول صحيح نعم ماشي هنالاول صحيح الثاني صحيح ما تفرق عندنا بس هنالآن يعني هنا عاوى إياك الستاذ احضر عاوى إياك هنال آني أنا جايقول التوقيع على والصحيح ماشي صحيح التوقيع الثاني هنا عزيز جبار هذا شخص اخر ووقع واقع واضح اختلف التوقيع واضح رسم التوقيع اختلف مول ولا وليس بالنسبة لل يعرفون الخطوط الخبراء يعرفون من درجة الضغط على القلم حتى اللون مختلف طريقة الكتابة طريقة الحركة الإنسيابية أكثر من طريقة يحق لموظف آخر يوقع عن هنا هذا التزوير أساسا هذا الجريمة أكبر من طبعا هنا دعني نأتي إلى التواقع الثاني هذا التوقع الذي هو ميثم صمري علي هذا التوقع هذا مشابه هذا توقع واحد لا أكيد لا جيد دعني نرى هذا التوقع الذي يبارا عن شخصة وحدة وهذا التوقع هذا مشابه هذا هيفاع عبد العظيم علي نعم هل هذا نفس التوقع هذا لا فارق واضح الآن طبعا نحن في هذه القضية لا نستطيع نثبتها يعني الآن هم أحرقوا الوثائق بعد ماكوا استمارات موددة لذلك يعني حتى مضاهات ما رح ستصير لأن بالقانون ما تقدر تجيب وثيقة صورة لاستمارة وتسوي استكتاب عليها لعد كيف تقدم حجة بأنه نحن نقدم أدلة موضوعية خارج القانون يعني حد المفروض يعني البرلمانيين الآن هم المفروض شايفين هذه الأشياء التي نعرض معها البرلمان المفروض عنده فكرة حنا شوينها فيما يتعلق بالتزوير إحنا كشبنا حالات استثنائية هنا واليوم على قناة المدى وقناة أكيد يعني نسبة مشاهدة عالية يعني ما شافوا ندلني هذا التزوير إحنا اليوم إذا دخلنا الانتخابات هذا يظهر كياناتهم السياسية ما يظهر كياناتهم أكو ناس متضررين فعلا أقصد بالنهاية يا أستاذ خلص صير دبلوماسي شوية على كيف أكل جميع شو لا نلحدش يا أخير يتعالك يا جميع أخي إذا تتقنع الجماعة شو تقول لهم وتقول لهم أنتو عدكم كيانات انتخابية هذا التواقيع المختلفة هذا التزوير اللي عرضنا فيه أكثر من حلقة ما تخافون على أصواتكم أن تذهب إلى كيانات أخرى يعني شون بالنهاية تتعالى نحن نتعامل حقيقة بالنسبة للفائزين أعتقد يعني المسألة يعني ممكن أنهم مستفيدين من التزوير زين يعني الفائزين للبرلمان نسبة كبيرة منهم فازوا لأنه يكون تزوير صالحهم يعني نحن لا نستبعد فممكن يعني بعضهم يهتمون بها يعني مسألة بعيدة لكن لو شفنا هذه الاستمارة أيضا هذه الاستمارة دخيلة يعني هو الرقمين تقصد نعم اللي هو 954 أه وهي 954 أه نحن عدنا 946 946 أخر الآخر محطة إذن 54 ما موجودة بالسماء المفروض المفروض ما موجودة أه بس يعني هذه تم دراجها في السماء يعني إحنا الغريبة اللي عدنا يعني الحارات دعني نكمل بس يعني هذه يعني الوسائل وسائل التزوير جيد عديدة أنا جاي على طيام سيلي بس الموس خليه على وسائل التزوير ليش شقدة مكوابها هاي طبعا طبعا دعني الموس عليه الآن عندنا هنا مثلا هذي التغيير بالمناسبة هذا الرقم 29 ايه صار 25 صار 25 هاي القائمة اللي أنا اترشحت بيه زين الـ 15 صحيح الـ 15 هاي حيب طلب التساوي عشرين صار 28 زين خلي نروح لـ 30 شونه صار 30 المعوج هذا؟ والله أنا أسألك أنت يا سار حامد ها؟ ما تشوف تحت الثلاثين؟ الجواب للمشاهدين ما لعلاقة شونه شوفون أنتو يا هاي هذي الثلاثين خليه لاحظة وين رأي؟ لا لا باقي ها باقي ها باقي مشكلة على كيف تشوفون هذي الثلاثين يشوفون شباب مو؟ ها؟ أنا شوفه عشرين هاش شوفون هاي العشرين هاي العشرين هآ ه الثلاثين الاسم additive الآن كتبت عليها 30 زين هذا شون صار 30؟ بقدرة المفوضية والله كل ما ش curve يعني خلي.. يعني عذاب باقي ني دقيقتين ترى ماشي الوقت يخلص بسرعة و الوقت يخلص بسرعة بالوثافة خلي نشوف هنا ايه أورحة مشكلة اريد نرجعها هنا طلع بها عدد عدد هنا مثل دعنا نحسب دعنا نزل الحاسبة دعنا نحسب الحاسبة دعنا نحسب الحاسبة دعنا نحسب الحاسبة نعم هذه 212 المفروض يطلع لدينا 212 صور دعنا نحسب أشير لي على الأصوات التي تحسبها من مصلت هذه الحاسبة 2 15 29 لا لا الحاسبة تحسبها تحسب الأرقام هذه نعم فقط لا يخالف بها رقم وصلت كملة الأرقام 11 يعني موجودة 27 27 67 2 2 3 3 20 الذي كانت 20 الذي كانت 20 قبل لا تكبر نعم 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 الآن مجموعة الأصوات 217 صوت 217 صوت نعم 212 صوت 212 ورقة لدينا خمس أصوات زيادة طبعاً هم يكتبون أرقام بس مشكلتهم لما يزورون يخطؤون أخطاءهم ودعم المزور يترك لي أثر يكشفه نحن كشفنا الآثار كلها الوثائق التي لدي حقيقة يعني ما موجودة مثلها لأن ما أحد استثمر قد ما استثمرت من وقتنا أنت ندعوك أن تحتفظ بهذه الوثائق الصراحة وثانياً حقيقة أتمنى منك أن تستكمل هذه المسيرتك على الأقل في المتابعة القانونية بس أنا أول أن أسألك سؤال الآن المحاكم العراقية هل ممكن أن تعتبر هذه الوثائق قرينة لإبعاد فائزين بالتزوير من البرلمان أو مجلس المحافظة؟ أنت الآن وثائقك حول مجلس المحافظة المثنى هذن لو عرضاً الوثائق الآن أمام المؤسسة القضائية يستطيع القاضي أن يحكم بعدم شرعية عضو مجلس المحافظة؟ لا ليش؟ النتائج باتة المصادق عليهم من قبل الهيئة القضائية باتة حتى لو كان ثبت تزوير لصالح شخص تبقى نتائجة حتى لو كان الزرق طبعاً لكن لا تسمح لي نقطة أساسية أن الجريمة لا تسقط لكن المشكلة توجه محكمة السيناف المثنى أن الجرائم تسقط بالتقادم في مدة ثلاثة أيام فقط وهذه سابقة تاريخية ساب باسم خزعل رئيس منظمة عيون على القانون أنا أشكر شجاعتك وجرؤتك حقيقة وتجشمك وعنائك في الوصول إلى بغداد وأيضاً أي فعلاً حق الرد مكفول ما عندنا مشكلة قلنا في البداية حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه في حلقات ناس وحكومة الخاصة بكشف خفايا انتخابات عام 2013 شكراً لك أرحب بأي شخص يعد استعداد يقابل هنا شكراً جزيلاً لك ساب باسم خزعل نتابع في الملف القادم إن شاء الله إن شاء الله ملف الانتخابات نستمر به وهذا ملف مهم بالنهاية وأعتقد لديك وثائق أخرى متعلقة مو فقط بتزوير الأرقام ولا التلاعب بالتوقع ملفات أخرى متعلقة بجناية وجنحة للمرشحين تم احتساب مقاعدهم وبقوا أعضاء في مجلس المحافظة رغم مخالفتهم لتعاني مفوضية الانتخابات شكراً لكم مشاهدي المدان تنظرونا في حلقات قادمة وملفات أخرى شكراً لكم